ولكن عندنا قضية اخرى وموضوع اخر عن فكرة نبذ التعصب والحقيقة فكرة كمان الحديث عن الجماهير والمعلومات لما بتكون مش صحيحة نطلع نشوف الفيديو للزميل الاستاذ سيف زاهر وتنرجع نحن دي رسالة بس لكل حد ممكن يطلع يقولي اصل كنتوا جايبين صحفيين فسألتوا الصحفيين يعني جمهور الاهلي اكبر ولا جمهور الزمالك ما هو حضرتك اللي حكى لك لانك ممكن تكون تفرق اللي حكى لك ما قالكش ان احنا عمرنا ببنصديف حاجة معنا صحفيين احنا ببنصديف التين نقاط رياضيين او صحفيين ولهم كل احترام واحد زمالكاو واحد اهلاوي فالسؤال بيترد عليه من الجانب الزمالكاوي والسؤال بيترد عليه من الجانب الاهلاوي ودي كلها لغة ارقام قابلة للحديث ملهاش دعوة باي اعتقد دي مش لغة ارقام اعتقد انت عارف كويس او شعبية اي نادي في مصر هي الاعلى وتحديدا لما هنجيب لك الشعبية من خلال نفس القناة بالزبط وهي بتستعرض استبتاءات لكن مهم جدا يا كابتن سيف اكيد انت عارف ان توجيه السؤال يتلزمه ايضا من الاعلامي انه هو لو فيه خروج عن النص او كلام مش مألوف او كلام ممكن يستفز بعض الجماهير فانا هانا اقول stop لان لو بيتكلم ارقام فقط لغير وبيقول اهلي او زمالك فقط لغير ده اعلى او ده اعلى فانا خلاص دخلته وجهت نظر لكن افارس لما يروح وينعت او يصب جمهير النهر الاهلي بصفة صعبة شاية اعتقد كان نازم هو الجمهور ممكن يعني ما يبقاش لحد الوقت وصل فين المشكلة ان كابتن سيف زاير بيقول ان هو جاب ضيف تكلم بس لو انت سمعت كلامه ضيف كان ايه هتعرف ان كان فيه مشكلة كبيرة اوي نطلع ونسمع استاذ عمر الدرديري مع كابتن سيف زاير كان بيقول جمهور الاهلي قد جمهور الزمالك لكن الفكرة في ايه ان 90% من اللي باينتابه يقولك انا اهلاوي بيبقى ملوش اصلا في الكورة يقولك انا ما مشجعتش بس انا ما اهلاوي فهم ده دي الزيادة الزيادة بكدا لا 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 افضل يقولك انا ما اعرفش كورة بس انا مشجع لا 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 عقولك 90% من المجموعة دي لا 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 يعني انا بيفاموا كورة لأ انت عاكس تقاوني جمهور اهلي، هLOL بطلم على جمهور الاهلي اد جمهور الزمك. اللي بيفهم كؤورة اد اللي بيفهم كأد اد بزيادة اد هم. انت عاست بالرسال هي العامل الزيادة هو الـ هو اللي هم semua يعني ازيادة يعني أنا نقول 30 وصل 30 والبيات الأربعين دول مبيفهموش في الكورة مثلا انت قصد كده انت عليكم ما يفهموش في الكورة خلا لا انت اللي بتقول كده لا لا حتى حتى لا انا مقولش كده ده اللي بقول اللي مالهمش في الكورة اللي مالهمش يعني ايه مالهمش يعني انا مبشتعش كورة اسلا ما بانتريش فاتيكي تقولي اقول لك انا احلام طب لمين اللي بقول كده اسأل الناس امشي في شارك كام絶مة وہا مملكة لين اللي ياanch جين timest لين لما مش فكرة يقتل القcc مع الريجة يعني يعني مع الآغلبين مع الريجة الريجة ماناش ادعاء بالأغلبية هي علاقت الاخلبية بالعagers مع الريجة يقس بطولات هو يبقى خلاص معها مع النجاز يعني عصب بطولاته هو اما الاهل الأكثر ما قصير أنت عاستو اقول ان الاهل الابطولات انت عاستو اقول ان الاهل انا مخايف. انا على مساجر. اعتقد فهمنا بشكل كويس قوي. الكلام اللي ما كانش ينفع يتسكتها دي. ليه? لما نصف جمهور الاهلي ان تسعين في المية منه ما بيفهمش في الكورة. ده تشال من قموس الاعلان في العالم كله. ده تنمر وتعصب وعنصرية تجاه جمهور النادي الاهلي. مش من حق كائنا من كان. يوصف مشجع انه بيفهم في الكورة او ما بيفهمش في الكورة. حضرتك مش من حقك تقيم الناس. والمصطلحات بتاعت تسعين في المية مع الرجة. ناس ملهاش في الكورة. حضرتك المصطلحات دي حتى من القوامس الصحة النفسية للناس اللي بتفرق في العالم كله. التنمر والتعصب والعنصرية تجاهل مجميع من البشر. ده شيء مش مسموح به. عشان هنا يا كابتن سيف كان فيه رسالة عالمية مفترض يتقاس طب. الكلام ده مش رأي. خارج نطاق الرأي. ده إساءة وإهانة لجمهور النادي الاهلي. بس كمان الكلام نفسه محتاج يترد عليه. من خلال الاسبوع ده كان اسبوع يا اسامة شعبية النادي الاهلي. انا على النقطة دي والتحديدا 90% نبنشكره استاذ عمر الدرديري ان هو وضح حتى على كلامه ان عشر في المية فقط من جمهير النادي الاهلي اللي هو من وجهة نظرش هيكم بس هما اللي بفهم كرة بيعدلوا جمهير النادي الزمالك. احنا لان في حاجة ببربطها من اللي انت بتقوله. اللي ممكن يكون مش مهتم رياديا ولازم ننتقل الفاظ لما نجي نتكلم على جموع الجمهور. اللي مش مهتم رياديا مش هيبقى عنده يدخل يشارك في تصويتات هنا فاعلة. تعال نشوف نسبة العينة الفاعلة دي. الى جمهور الزمالك كانت ايه? اولا قبلها عايزين نروح لحاجة على المستوى الدولي. مجلس دبي الرياضي. كان عامل فكرة السنة دي لها علاقة بمنح جوائز تقديرية للاندية ولللاعبين. عامل فكرة ان على مدار اخر عشرين سنة مين افضل نادي? حط تمن اندية. سبع اندية من اوروبا. وهم بايون ميونيخ برشلونا يوفي ليفربول مانشستر يونيتد باريس سان جرمان وريال مادريد ونادي فقط. من افريقيا واسيا وحتى امريكا الجنوبية خاد نادي فقط خارج كرة اوروبا وهو النادي الاهلي. ليه ده تعمل? لان انت معادلة مختلفة عن اي نادي اخر. انت نادي صاحب شعبية تدعو اي حد في اي تصويت زي ما شفنا في الماركة قبل كده يحط النادي الاهلي عشان يعمل صادة لاي استفتاء وكمان ده لا ينكر ان النادي الاهلي عظيم. ده لا ينكر ان النادي الاهلي عظيم ولكن ده حجم شعبية النادي الاهلي. لما تيجي ترصد فريق واحد ضن سبع فرق اوروبية بس ما كانش ده بس يا اسامة المكسل شعبية النادي الاهلي. بالضبط يا فرس كمان كان عندنا وبرنامج طبعا المشترك فيه الكابتن سيف زار مع الكابتن احمد شوبير كانوا عاملين استفتاء عن افضل اللاعبين في مصر. وارد جدا برضو زي ما بنتكلم طب من انت انت اخترت اللاعبين الشناوي معها ابو جبل معها ده هنشوف الاستفتاء. اي استفتاء هتلاقيه بص على اللاعب الفائز وهو لاعب النادي الاهلي بغض النظرة عن فكرة اتفاءك هو الافضل ولا لا. لكن في النهاية انت بترصد ظاهرة وهي ظاهرة شعبية وتفاعل جماهير النادي الاهلي. اكيد الخمسة وستين في المية اللي اختاره عمر السلية. جزء كبير جدا منهم عندهم قناعات ان عمر السلية بيقدم موسم استثنائي ونموذج مختلف ويختحق. وجزء اخر هو اهلاوي ففي النهاية بيميل دايما للاعب النادي الاهلي. خمسة وستين في المية عمر السلية. هنا علي معلولة فارس سبعة وسبعين في المية حصات المسلم افضل لاعب اجنبي. وكل الاستعراضات لو استعرضنا كل اللاعبين هتلاقي نفس القصة دي. هو مزنق لان ان انت قلت افنسك امبتناش مع صديق زمالكوي النواردة في حتة الاستفتاء ده بكلمه عليه يعني. فقال لي مش يمكن النسبة لدة الشناء واربعة وثمانين في المية وعلي معلول الارقام دي وقال لي مش يمكن فيهم زمالكوي كتير. قلت له كواس انت شايفين عندنا افضل لاعبة في مصر. فانت هتروح لها كده هتروح لها كده ده بيوريش ايمن اشرب تلاتة في مية. طبيعة طبيعة جامعية الزمالكة يا فرس مختلفة يعني. دي برضو يا قسامة عايز ااكد عليها نقطة مهمة جدا. هو احيانا بيتلاعب بك في فكرة ان اصل الشريحة مش متابعة كورة وبتشجع النادي العلي لمجرد انك تقول له كذا. دي شريحة فعيلة جدا. وعلى فكرة الاستفتاء جزء كبير منه كان على تويتر. وعايز اقول لك ان تويتر منصة نوعية شوية عن فيسبوك بالزبط يا احمد. منصة وعاي شوية بمعنى اللي بيدخل عليها بيكون جزء متفاعل اوي ومهتمل بشكل مختلف. وبرضو اكتساح. ده عينا عشوائية لو قاست كده عايز اقول حاجة برضو الصفحة الرسمية للنادي العلي عليها حوالي اتنشر مليون متابع ضعف نادي الزمالك. كل دي مؤشرات يا جماعة لما حد بييجي يبتدي التسويق ما بيقولش انا حد رعاية النادي ما عندوش جماهير كتير بيجي يشوف المنصات الجماهيرية تفاعل النادي ده معها عشان كده شعبية النادي الاهلي لا يضاهيها احد داخل الوطن العربي واعتقد افريقيا وكمان على المستوى العالمي النادي الاهلي مصنط من ضمن الاندي الاكثر جماهيرية. واعتقد سؤال ما بقاش ليه مجال الاعراب لان شعبية النادي الاهلي مش مجال لاي مقارنات مع اي نادي ما احترامنا لجميع الانديا ولكن ده الوضع القائم او الراهن للنادي الاهلي والحقيقة مش بس اه جماهير عادية خالد في الوطن العربي بشجع النادي الاهلي لكن استوقفنا برضو فيديو لقسطورة تونس طارق دياب بيتكلم في عن هو بتشجع مين في برات الاهلي والزمالك القادمة نسمع ونرجعنا عليكم. بصراحة بانياه الايعين الحاكم والايعينه اه بصراحة مباراة كبيرة بشكور ان شاء الله الافضل هو اللي فوز بفرق الاثنين مستوى متقارب جدا صحيح السنة هذه زمالك عنده اسبقية فاس زمالك صح في السوبر وفاس في الدوري وزمالك عنده من ناحية الفردية لاعبين مميزين جماعيا الاهلي افضل الاثنين يصلوا الدور نهي اهم شي هنا مكسب الكرة المصرية والعربية يصلوا الى الدور نهي ان شاء الله الافضل هو ليوز وان شاء الله التحكيم يكون في المستوى هذا هو وان شاء الله معناتها نحتفلوا بفوز الفريق اللي نحبه انا وشكونا الفريق اللي محمود خطيبس بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا وقناتي الاهلوية على اليوتيوب بالنسبة الاهلوية اللي يدخلين عن طريق الفيسبوك وبيلاقوا مشكلة في تسجيل الدخول اليوتيوب الامر بسيط جدا هتلاقي تلات نقط جنب بعض هتدوس عليهم هتطلع لحضرتك القائمة اللي قدامك هتدوس على فتح في اليوتيوب وبعدها هتقدر تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات بشكركم مرة واثنين وثلاثة عشرة كان معاكم اخوكم هاني الشراوي والسلام عليكم